أهلاً وسهلاً ومرحباً أصدقاء الأعزاء الشرفاء النذهاء الفلاحة والسياحة من المواضيع المهمة جداً هذا الكتاب أعرض قائد كلام قائد كنت تحددت قليلاً لنشارككم الفقرات asegurاء الدلسات والإجراء الأعزاء لا نقب العل商 لنظروا بالتعامل مرحباً الأعزاء مرحباً المنطقة الثاني، من جله ملعان الأقصاص من الصوم من المواضيع المعاصر الأمل. الأمل من تلعوب l'ميجرات. السيدات التالي يتوقف عن السادسة. أكثر المعلومات الأمل من خارج البشرية والدولة للم города. سيدة البشرية من البشرية للمدالبن العروف فرحة. سيالا تلعب للمساعدة الحياة تعالي. السلسلين أكثر من الفورة اتوقف دمان. السلسلية من خارج الـPارس الأمل يتوقف مع بعض الأمل. كنت تتحدث عن الباب على الفلاحة طبيعة الحال من 2005 اليوم رأيك شيء يعرف التطورات في مجال الفلاحة ويكون شيء يعرف موقع المغرب اليوم في هذه القضية وهناك فكرة مهمة لأن الخبز هو المادة الأساسية للتغذية المغاربة هنا في كونفلوف المؤامرة السلمية للتخلف كان في ساحة 52 وهذا كان في 2008 على الساعة 12.26 دقيقة يوم 25.01.2008 هنا كنت تكلم على بديل هذه القضية الخبز يعني أن بالنسبة للتغذية المغاربة الخبز هو المادة الأساسية يوجد كنت تتحدث عن هذه القضية الخبز هي الخبز كيف؟ هذه هي فرصة ويقدر أن أصل إلى محلاتت المحلات وفي التلك المفكات في الوقت و Lily يتأتي لدعون في المقارن العام لهم يعتقد أن العام الآن. C'est pour cela qu'ils font une fixation sur le pain. Or, deux bols de riz coûtent moins cher et sont capables de rassurer les plus broyeurs pour le reste de la journée. Chers Peuples, j'ai des raisons de croire que vous êtes assez mûrs aujourd'hui pour que je puisse oser toucher à votre pain quotidien. فهل يباً العقابي يباً بالحقابي أفعل أن هذه القرارات الخزيزة أمام 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 تحكم تحكم الى المبارسة لا تريدون أن تكون أفعل عامًا بإعادة طويلة لماذا يحكم في مجرد أمام هناك قول بأن الشعب والناس الذين يدفعون الشعب على التغذية الشعبية على أن الخبز هو المادة الأساسية التي يمكن أن يتقاسها أو أن في المقابل هؤلاء الناس يمكن أن يدفعون الخبز بالروز هذا هو الاقتراح هناك بعض المزحة في نفس الوقت وعنى الاقتراح في نايا 2005 لأن هناك اكتفاء من الزرع طيب هذا نوع من أن يرى النايا يجب أن 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 يجب ومع بعض الأنقل. أعرف أنه بإمكاننا الناس مع سواء فضلك. سوف يفعل الناس نحن 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 نبال نحن نحن نغطي في بعض الأنقل بقضلة. أتكرر أكثر أكثر يأتلون أن يكون مفترضين قد يكون قد يفترضين بجل أن نبال نقل بصفر بجلد الميسيين. وكذلك يعمل الكثير من الجولة وغلقه وغلقه ويقعه على سبيل تهجب أن يتحدث عنه ويقول أنه صحر لكي يتحدث عنه ومدرس ويقول أنه يتحدث عنه ويقولون أنه يتحدث عنه حسناً يتحدث عنه لا يريد منع يكون قليلاً عشاناً لا يريد منع ذلك يريد منع بلاستثار لا يريد منع ذلك ان يعني نحن علاً سوف يريد منع بروضي فهو صحيح صحيح فهو صحيح فهو صحيح طيب هنا نقول بل أن كان هناك حزب سياسي الذي يدير حملة ويقول قبل الانتخابات ويقول أنه سوف نبدله الخبز بالروز مثلا هذا غير مثال نرى شيئا أخرى هذا هو من المشاريع العظمى التي يمكن أن تكون لدينا السياسيين الكبار فهو صحيح يمكن أن يكون لدينا السياسي يبدل الخبز بالروز أو بالراوز الحسبة للهجات طيب هذا فيما يتعلق نقلنا بالفلاحة فهو صحيح فاصل طويل وليس قصير فاصل طويل ولكن صامت والصمت كان جيدا وكما كان من الهدوء فاصل طويل وليس قصيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 انا انا جاء اشربة ترجمة نانسي concert ترجمة نانسي قنقر تضيفة الدولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسى حمراء وكان هذا أوريقة سيد موسى طبعاً هذا طاجن رائع في تلاصي بوليت طيب صحة الرحاة للجميع مرحباً مجدداً بعد هذا الفصل الطويل الصامت يعني هكذا العلاقة بالإنسان والطبيعة هذا بالإنسان التربة الطيبة إلى آخرين ونصيحها، هذه السفرجلة تأتي مع السفرجلة ومع السفرجلة تأتي مع السفرجلة تأتي مع السفرجلة وإذا كان هناك فلحة صغيرة تقدرها طاجين إلى آخر، وكذا فلحة كنا نسفد هذه الأمور طيب، بعد الفلحة نرى واحد الفقرة على السياحة والسياحة والسياحة أهمية أهمية لأنها تساعد في المنائة البلد تساعد في المنائة البلد التوريزم يمكننا تتحدث عن توريزم توريزم من التوريزم المارك خاصة في المنائة البلد أفكار يتحدث عن الزوء فالباب هذا تداء مصحة 105 لتوريزم فهد كتاب للكلمة قائد يعني هل المغاريين لديهم طبيعة سياحية او لم يكن لديهم ساعات ومبعد كنا نتكلم هنا على 10 مليون سائع وذلك الوقتها كانت في مدخلة وزير الفلاحة يقول لي ان كنا في ذلك الوقتها اللي وصلنا إلى مليون أو مليون أمس ومن المليون أمس كانت فيهم تدوك الزائرين الذين يأتيوا من الخارج يعني عملونا في الخارج الناس المغربية الذين يخدمون في الخارج و يدخلون و يتحسبون هذه السياحة إلى خيره هذا الشكل في 2005 و اليوم حالي قد تكون رأى المسائل كنا نعرفها طيب إذن السياحة والفلاحة يجب عليكم تخمو وربما يكون مقترحات أفكار جديدة في هذا الصداد دمتم في رعاية الله بعد الدردشة الخفيفة والله يلطبيننا جميعا أمين رب العالمين تحياتي 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 تحياتي